اشتركوا في القناة 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 عاودت نقول وشارجيت روحك من الأول بالمخزون التونسي متان الليس؟ استنيت، معنطها الكتاب خذي عام بخاتيكم خذي عام معنطها خمر في مخي في قلبي في مشاعري في الحاجات اللي نحن نعملهم ومن بعد قريته دان تخي ومن بعد الكتاب هيدا تكتب دان سوفل معنطها معنطها كيني سكرت كل شي وقلت نتوقع دان نسمع في خرافة قداش عتيت فيه من روحك الكتاب هيدا يخراف؟ والله عتيت فيه من ذكرى ما نحبهش تموت معنطها هو شنية الكتابة بالنسبة لينا للدرجة شنية هي اللي فما ناس يحبوا ينساوه وفما ناس يحبوا يعيشوا بذكرى انتاكت بذبت فمت أنا ذكرتي مزيينة فمت معنطها مثلا الغليفة متاع الكتاب هيدا عاليش اخترت أنا الفلارة هي الفلارة هيدا انتا عمي ما يرحمها اللي كانت اللي كانت تخرفنا اللي كانت لمنا نس كل وتخرفنا وانتا سي ديز انسپيراشون سي دي مومات اللي مانتا الكتاب هزني لبلايس انفيت ما كوش نساو روحي لنا نوصل له مانتا في ذكرتي الباطينية برشا بش نبدأ معاك توفل يمكن سدف وانت تقول لي على قرية في الاميريك لاتين ولا سانتا كلارة هذي اللي نحكيه عليها كين ربط بالظرفية الزمانية قلت لي الكتاب مفروض يخرج في ديسمبر 2010 ما نجمش ما نعملش مقاربة مع تونس ما نجمش ما نعملش مقاربة مع نظام وقته خاصة انه الكتاب فيه نفس نقد للحياة السياسية بطريقة يمكن غير مباشرة لكن بعد تلقى روحك انه ينقد ويصلح وعنده توجه انه السياسة ولا الزعماء كي يدخلوا البلاسة راهوا ما سير هيكون تويعرفوا في الخرافة العباد اللي يقراه فهوني قديش فهمه من تونس في الكتاب هو فهمه تونس وغير تونس معنا انت امريكا اللاتينية وافريقيا يشبل بعضهم في تاريخهم السياسي اللي هو عرف برشا مظالم وبرشا ديكتاتوريات وكذا وكذا فاي حد نجميل قروحه في الكتاب هذي كا في الفترة هذي كا والكتاب هذا رو تعرض عام 2011 في دريم سيتي ايوا وكانت الوقت معناتها الظرف اللي قرنا فيه الخرافة كان وقت صعيب معناتها ما كنش مجموع نتكلم ودايو غالي يقرأ الكتاب بشي فهم اللي فهمه اسيمي هي لاتينية ولكن هي كونيا اسيمي عرف نها كيما باكزامبل نحكي على بورغوس الجنرال بورغوس اللي هو في انكلان دوي البورغيبة فهم الجنرال اللي هو خرج هو الجنرال اللي خرج وجي في عوضو الجنرال بنيتازي اللي هو بنعلي اللي كان يمن مناعي منجم في حكي عليه ايوا فكنا نستعملوا مصطلحات اخرى بش نعبروا بها عالي عالي نجمي وليه ما انتها سكي انك وراب نقد بطريقة ما غير ما ما نسميك شما انتي نقد 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 هو كنت بريسك مانتا فاما فاما وفالك يتحرك فينا واحنا بعاد كيما يتحرك في الناس اللي في تونس فايمن يمكن كتبه هو تحركت في حاجات كان هو كان يسمع برشا ويقرأ برشا حاجات ويتبع برشا تونس كيما برشا توينس يعيشو البارة ويعيشو في تونس فالكتاب خذي وقتو شو ردود الفعل اللي كان في الفين واحد يشكي قتلي قرينا الخرافة فما اقبال عليه فما اني استبع فاما ان فيت دريم سيتي عاي تولي وقتا اللي فراغي يسر ويسي انا جيت وقتا من بريس وقالو لي خرفنا الخرافة كجمس في ابختي وجوه هنا وقتا بالنسبة لينا رجوع لي الركح معناتها للمسرح كوغ فلوران قريت عند مدرسة مهمة برشا في المسرح اللي اسمها كوغ فلوران كانت عودة يسر مزيينة كانت غبتوغ معناتها بنسبة لينا وخدمت عليها شوية خدمت على الميموار معناتها خدمت على الموروث الشافة ويمتيعنا متاع تونس وكيفاش الناس كانت تتخرف وقعت نتفرج في دي فيديو ونرجع في ذكرتي ونشوف كيفاش كانوا الناس يخرفوا كيفاش يعملوا هيك السيسبانس نهار الاول في احنا قدمنا في دار الاسرم مدة ثلاث ايام في اول اول ايديسيون بتاع دريم سيتيت كيف جيو الناس ويمكن بون سيتيت ما انت عباد عندهم شوية فوذول يدخلوا هكا دار الاسرم مزيينة يتفرجوا كل شيء انديزين قولو ما هكيكا جيو يمكن عشرة من ناس وكل هيدا السيانس لولا الثانية جيو عشري الثالثة هولي وخمسيين معش عنا وينحطوهم من غدوة الجيو البلدية نشوفهم يحطوا في بفلويت البرة في نحكي لكذا في الدميلانس ما انت احنا وقتا في طنبك الخوضة والسراعات وكذا حطوا بفلويت البرة وعبيت تلموا صغار وقعدوا يسمع وانا نخرف في الداخل والبرة وانتي تقرأ لهم في الخرافة مخرف ايوه خرف خرافة معناتها عبارة عندي فداوي والا الفداوي اللي كان يعحكي نلقى روحي في غول ما كنش نعرفه اه ما حبيته برشة اخي جيني واحد من الرجال الكبار من سوكين المدينة قالت يا انتي هاك انتي وخطبت الجمعة وليته عاملين نفس النفس اللي الفوف عاقت لا حشا وكل حشا وكل معنايا الكتاب كان عنده امباكت كبير ما 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 صارش مثلا نوع من تذهيق عليكم ولا المحتوى نقص لي ما تحكي لا لكن فما تقبل به على خاطر هذيك الحاجة الباية في الخرافة اللي هي اه تدعب اه كل الافكار اه ومن حقها تدعب وتهزك لكل الافكار اه يعني اه معناتها اه احنا اه الكتاب هذية معناتها اه اه اغلب الخوف والكتابة تغلب الخوف هذا كان المساج متاعه نتصور اه معناها ما فماش حدود ما فماش اللي تابون نجم تعديهم الكل والكتاب هذي فيه الدرجة وكي نقوله الدرجة فما مراجعة كبيرة في الدرجة التونسية ولا في الكتاب نبدأ بالتاريخ المعاصر مثلا نحكيه على فاتن الفيزع مالكة الارقام ولا نسلم على فاتن مالكة الارقام في المبيعات بالدرجة سيطهر الفيزع كيف كيف اي في روح الكتاب وانا نقرأ فما شوي عبدالعزيز العروي اي فما هذي كل موجود فما دايغ نحليهم بارش اه منتا في انا في في فرنسا ما عنديش تلفزة مثلا عندي عشرين سنين نعيش من غير تلفزة رغم اللي اي نعيش نخذه في الصحافة ما عنيش تلفزة ظروف صعيبة في فرنسا للدرجة هذي لي لي خاطر نخدم في تلبزة نهار كل دونك روح للدار نعيش مع الكتاب ايوه ومن الحاجات اللي نهزهم اكثرية في تونس افار الفحات والغريسة والحكاية ليدوكم نهز كتاب برشا كتاب باي من الحاجات اللي يدخليني ان نعيش عالم اخر وانا نخدم في الاعلام الرقمي زيدة والرقم انا نعرف نارش قادة تعمل فينا تعيشنا في عالم مسكر تحطك في الالغوغيتم انتي ناشي نتلوج على برودي بيش تغسل بيها حويجك تلقى روحك تتكلم تلقى الفيسبوك كله تلقى روحك معناتها تمشي من انك مجرد باش تشري حكا امو ولا جفيل ولا اللي هو تلقى روحك بشوية بشوية لالغوغيتم قاعد يهز فيك العوالم كباش تولي ربة بيت ممتازة وكذا ففما توجيه فما توجه فما مانيبولاسيون دماثة الكتاب هو المكان الوحيد واليوم معناتها بالرقم ناولينا معناتها سوروية افكار ناوليت مبرمجة انتي حتى تفرج على فيلم على نتفليكس اه معناتها الافلام اللي بيشتراهم من بعد الكل اه في نفس التام يشبو صحيح الكتاب الوحيد هو الحاجة اللي تخليك تبعد بخيالك وتختار شنوها تقرأ وشنوها تحب تقرأ وين تحب تمشي بي تقرأ الفيتن فيزا حبتها برشا فيتن فيزا ايوه دوت لفامي فيزا ربي يفضلهم اه ان فيتن فيزا كنتنا في تهر فيزا ودرة الفيزا لنا قرأ لهم برشا خاصة الامثيل لشعبين مهما سيتار ديما كتاب عندي موجود ابوختي دماء في الدار في بريز ديما هاكا كنوقع سي تواسيون هاكا نبدال لوج عليها ونعمل برشا جاوب الكتب بمتيهم ربي فضلهم مانتها سيد جان بغيما بالنسبة لالادب التونسي مانتها حاجة يسر هيل اللي يكون عنا عائلة كيمة عائلة الفيزا يكتبوا اه فيت ان ان فيت تعرفت عليها في سيفية ويمكن هي من ناس اللي خليتني زيدا ناخد الكوغاش باتلك كيكتبوزد ان فيت انا نهار في المارسة نحاوس خديت الترينو نحب ناخد ترينو نخال الكربة في حلق الويض ناخد ترينو تي جيم باش نمشي به من بلاسة لبلسة باش نتكرك الايمات وناخد كاكي وكل حكاية لي هم فاز عندك الهادي عنا انا احنا راوي ايوة بي ايوة باي ايوة باي مانتها الكافتيجي و اللابليبي و الحميب وي يرتيج ام واذكم الكل مانا نعملهم الكل اي اا اه 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 فيت اننا ميشي باش ناخد كلاسة عن تسالم وفما مكتبان حب ابرشا هيل اسباس ميل في لقد أردت مكتوب جديد، وقد أردت في الفترين، وقد أردت كتاب محطوط في الفترين، ومكتوب عليه الشرع الحب، لا أريد أن أكون كتباً، كتاب مكتوب الكبير، أردت شرع الحب وقد أردت في الفثنية في غنيت شرع الحب بيني وبينك، ذكرتني في نعمة وكل وقد أردت شقك وقد أردت إسم آخر الكلام وقد أردت شخصت في الفترين، وقد أردت كتاب محطوط للغيين، وقد أردت شرع حب ونقعد على معنى تهافية نفيزة عم الناس اللي نحب نقرالهم برشا برشا يعطيها الصحة وإن شاء الله نواليو كيفها إن شاء الله نتمانيلك نفس النجاح تهافية نفيز يقلقك نقول برشا فأما من روح العبدالعزيز العروي في الكتاب ليه هذا شرف لي ومذبية لي في يوم من ما نوصل معنى تها نحقق نجاحات اليوم حققوهم يمكن هو ستانوما جديد على خطر أنا مشيت غصت في الكتب بمتاع وخذيت منهم ونقلت منهم كلم ونقلت منهم أمفيل وحبيت ويرجع حبيت روح وترجع أنا حدك عملت الفيديو بخوموسيوني القتلين بربي حطولي كتن متاعب العزيز العروي واخترت الموزيكا متاعه واليونيفيرم متاعه على خطر الأديب مايموتش والكاتب مايموتش والفكرة اللي تموت زادها الممتازية لحد الآن باه نربط توا بالزوز ما يدين ما يدين اختصاص كله عالم الكتابة والورق وعالم الصورة واللي بش يقرأ الكتاب ويشوف بربي فهم قبل في معرض الكتاب عليه والله ايه يقول لك النجاح الكتاب قاعد فيتني معناتها ما تصورتوش بالكل فوق تصورات فوق تصورات يقولولي في تونس ما نقراوش ما يقراوش لكي خرج الكتاب عملنا كالكو كوبي معناتها ما رعني إلا بعد ذنو يؤثم هو اللي تونس يقراو برشا والكتاب مطلوب برشا وانا فرحانة بيه برشا كتاب لذيذ يتقراه يتقراه مع العائلة الكل معنات كبار وصغار وهذيك الحاجة ويمكن زيد الغليف ساعة برشا ونحي عدنين بطيب لي عملي الكوبرتور بالكتاب وخدم عليه بالكتاب وهي تصويرها متاعي أنا صورت الفلارة هذي متعميمة تحبها برشا خارق العادة به نربط الكتابة بالصورة هل ترى الكتاب هذي ينجم يصبح عمل تلفزي ولا سينما ينجم يتصور ولا ترى مثلا شكون ينجم يخرجه ولا تقول نحب الرواية متاعي هذي المخرج لفلاني هو يخدم هالي مادام قلته الكلم هذي مادام أنت شفتها فيها الحكاية تعرف اللي لكتاب كيف تكتبوا كيف ما صغير اللي يجيبوا للحياة اولي هدوكم ليسوا ملكون لكم ملك الحياة اللي كتاب كيف كيف هو ملك الناس اللي تقراح انتي شفت فيها كمعناتها اكيد انو في سوار وصحيح اللي انا ويمن تجمعنا حاجة كوميوني اللي احنا كيف نكتبو نكتبو مالصورة مالتصوير اي على خاطر المكان مهم يحتوينا وحنا نحتوي واحد دونك مهم جدا اللي احنا نحاولون عاديوا صورة اي مذبية وفنتازيا الكتاب فنتازيا ما فاميش للبعد الزماني والمكاني ما همش مربوطين لا بواقع لا بتاريخ لا بحاجة اكيد القرية حتى في الكتاب في مطلع الكتاب الناس اللي بشي شوفوا بشي يستغربوا انها موجودة فنوصلوا الكيفاش وعليش وشكون فيها وشنو تلاباتهم جزء اخر مش مربوط بالظرفية تحب تراه مسور العمل اينا شفتو بريسك مسور بالغير العظيم منحكي للك حكاية انا موقود لك ما عنديش تالفزة مشيت تفرجت في دار تونس في مسرحيت في مسرحيت تفيق شبالي وكانت فما اميرا شبلي في البرنامج حبيتنا معا نرجع معا للمسرح نعمل كلك كوغ وكل وسمعت لي عملت عمل ياسر محلي وراتني ما تخذيت فكرة على العمل وكذا شفتها لبسة ان غجرية هاكا بيخصناج بيغليسك التسوير عجبتني متع لافيش متع المسلسل اللي هي خدمت فيه ادخلت نتفرج فيلي هو عبد الحميد بوشني عبد الحميد بوشني اللي خدمتو عجبتني دجا في كنيا مكان جي متفرجت عليها على ديجي تال اه بعد رمضان نح ما عنديش ديما الوقت بش نتفرج وعجبتني خدمتو وعود شفتو وما راعني إلا لنرى انو برشا دي بخصوناج من 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 خرفة إبراهيم السندس ياسر يشبو ياسر يشبو البيخصوناج معناتها متع مسلسل والاخريني رجوش؟ ايه ياسر لقيت حاجات من من وليه ما انت الكتاب تكتب قبل يمكن رجوش قلت قديش الافكار تشبه بعضها شكروها ساعتني قديش النجمو ما انت تكون فاما مفاجئات ما انت حتى في الغلاف حتى في السامبوليك متع الفلارة حتى ولو اننا عنا وكان فاما مشتع فلارة كامل في ايه جستمو انا جي تتخزي مو منتالينا نشوفهم بلوس فيه العباد اللي نحبهم كيما دي مايسي كيما ببرشا برشا ممثلين حبهم برشا الكرواز مو مع عبد الحميد ذهلي مش كان هوني ذهلي كان نرجعته دشرة في حد ذاته دشرة فرش في اكزاكتما انا نحب لسينيما اتنيك امير كوستوريكا االمودوفار بالنسبة لينا مثلا عبد الحميد بوشنيقي سري شبه عنده العالم هذيك اللينا نحب البورليسك هذيك الى تونيزواز والى تونيزيان لو بشي تصور الاخراف هذي لو بش تتصور نحب عبد الحميد بوشنيقي يكون المخرج في القنتمبورا اي اما في الزانسيا يمكن ناصر اخمير بابا عزيز على خطر فاماك الكوتي اونيفرسال بذبت كيما بابا عزيز يمشي من بلاد لبلاد و نحب الكوتي اونيفرسال دايور هذيك اللي عجبني زيدا في مستاسم تاع متاع عبد الحميد بوشنيق الكوتي اونيفرسال ينجم يتعدى العالم الكل مش مربوط كما ينجم يكون اي اي بلاد اخرى صحيح لا بشي ترجم بلغات اخرى الكتاب هو ترجم اللغات اخرى وتوا مفرحانين به برشة اللي هو في تونس ان شاء الله ينجح في تونس ان شاء الله يخذ حظه عندي عمل اخر ان شاء الله يخرج هو حاضر بريسك ما نخليه الكتاب هذي يعيش ياخذ وقته صحيح الكتاب الاخر كتاب اخر درجة زيدا درجة في نفس التماشي ولا استيل اخر ستا رود تريب انتا عودة ستينوتو بيوغرافي رومانسي دور ارجع تونس انا الخرافة هي بيدها اكيد انها الذكرة والموروث شفوي والهوية واللمة والعيلة وكذا دكور دوم لكن الكتاب الثاني بش نخدم على على تام اللي هو اكبر الدرجة مهمة جدا ان احنا نرجعها شو العلاقة الكبيرة اللي عندك مع تونس هذي والحب الكبير لتونس تونس روح الروح تونس اه ها 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 تونس اه ذرة تراب تونس بالدنيا رغم اللي يقولوا عليها ورغم البعد ورغم الغربة وي اه الدرجة انك تبكيك تحكي على تونس فيه الغربة مهما تكون جنة ما تكونش كما تونس لأ تونس هي كل شاي وبش نرجعو لها بيحولي حب كبير لتونس برشا برب يعطي رسالة للناس اللي من نهار كل تقول لك تونس ما عاتش فيها وتعبت ويزيني وخليو خرج شعطاتي من حق من حق كل شخص انه يمشي يسافر ويشوف دنيا اخرى بش يعرف قيمة تونس خاطر اه ما تنجمش تعرف قيمة اه ما تنجمش تعرف قيمة امك الا ما تبعد عليها مثلا اه ولا هي تبعد عليك وقتها تعرف قيمتها ما انتك يتبدأ هي موجودة كل يوم معاك توكلك وتشربك وحبك لتونس وحتى هي صعبة معاك راه حبك لتونس كما حبلت فل امه اه انا كما صغير اللي اللي خرج فخصة بس من كرش امه ويحب يرجع لها بالضبط مع انت نفسي علقة مع انتها سي 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 دي تخيب مع انتها سين كيشيون دو تخيب مع انت لو جيت تونس اللي تحس ولا تسمعنا ولا ولا ذات شو ما تقول لها تونس كنت سمعنا تونس عزيزة بارش عليها تونس اه تونس ولدة تونس كل يوم فيها من شمالها لجنوبها فيها اه ان مغذائي كل يوم نتعرف على ناس مزيانين وكل يوم نتعرف على على عباد يعتوني دروس في الحياة التونسي ما يسحقش حتى الدرس من حتى من حتى عبد اخر بلاد عظيمة بارشة وناسها اعظمية بارشة يبنوا برويحة مكاهاو رفقة شهيبي شكرا لك عايشك خرافة كل النجاح للكتاب هدايا عايش بكيني محمدا حاولت قدر الانكين تحب بحكيني تحكيني لانتون سكحاو الله يخليك ان شاء الله يربي نشوفك ديما فرحانا ونشوف ديما النجاح كتاب خرافة موجود في معرض الكتاب في الوقت الحالي تنجمه حتى تتسلوب رفقة تلقى واكثر كونتاكت شكرا لكم مستمعين تحياتي الكامل للفريق ملتقنا غدا ان شاء الله في حلقة جديدة نهاركم اسعد ليام باي باي ويا مرحبا موسيقى الدوامة موسيقى موسيقى